قررت الحكومة السويدية إرسال وفد إلى تركيا للتباحث حول ملف انضمام ستوكهولم إلى حلف الشمال الأطلسي النيتو وقالت وزيرة الخارجية السويدية أن الوفدة سيقيم مع نظرائه الأتراك ملف الانضمام إلى النيتو وقال وزيرة الخارجية تركي مولود شوشوغلو في تصريحات من برلين قال إن السويد وفنلندا تقدمان دعما عالنيا لتنظيم بيكاكا لرهبي ولذراعه السورية بكا رغم جميع التحذيرات وهو ما ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي كما أعلم الرئيس تركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو وأعلنت فنلندا في بيان المشترك سادر عن الرئيس ورئيسة الوزراء عزمها تقديم طالب انضمام إلى النيتو وتبعتها السويد في الإعلان عن عزمها لإقدام عن الخطوة ذاتها ترجمة نانسي قنقر